بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطائبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل تصدقون بوجود مرجع ديني كبير في قم يؤمن بتعدد الآلهة؟ كان موضوع الإمامة والإمام المهدي بالذات الممثل عشر عند الشيعة الاثنى عشرية كان هذا الموضوع موضوعا لتطر في بعض الغلات المندسين في صفوف الشيعة الإمامية الذين كانوا يغالون في مرتبة أهل البيت ويضفون عليهم صفات ومهمات وأدوارا من صنع خيالهم المريض فيشركون بهم مع الله تعالى في خلق الكون وإدارته والقيام بعمليات الرزق والإحياء والإماتة وما إلى ذلك واتخاذهم أربابا أو محلا لحلول الله عز وجل في أجسادهم وقد انتبه أئمة أهل البيت لذلك فحارب الغلوة والغلات ولعنوهم وتبرأوا منهم وقاوموهم بشدة وفي الوقت الذي كنا نظن أن الغلات قد اندثروا في الزمن السحيق وذهبوا إلى غير الرجعة خاصة بعد انتصار المدرسة الأصولية ضد المدرسة الأخبارية عند الشيعة يعني هذه المدرسة الأخبارية التي كانت تتلقف كل حديث وارد عن أهل البيت دون تمحيص أو نظر أو اجتهاد بعد أن كنا نعتقد أن هؤلاء الغلات والأخباريين قد انقرضوا نفاجأ بأحد أساتدة الحوزة الألمية في قم وهو الشيخ محمد حسين الوحيد الخراساني أستاذ ألم الأصول الشهير في الحوزة يقوم باشترار بعض نظريات الغلات ويمزجها مع أوهام الفلاسفة الباطلة ويضيف عليها بعض الحكايات الأسطورية المضحكة ليحدثنا عن إمام فاعل للوجود مشاركة لله تعالى في الربوبية في حين كنا نأمل منه أن يقوم بدراسة أساس نظرية وجود ذلك الإمام المفترض أو المختلق الذي لا توجد أي تأدلة ألمية تاريخية شرعية على وجوده وولادته بدلا من تقليد الآباء والأجداد تقليدا أعمى ونعتقد أنه يعني الشيخ هذا وحيد خراساني بتبنيه لتلك النظريات المتطرفة المفعمة بالروح الشرك والانحراف يسيء إلى الإسلام وإلى التشيئ وإلى الحوزة الألمية في قوم وإلى الثورة الإسلامية الإيرانية وينحرف عن أداء دوره العلمي والتبليغي المتمثل في الدعوة إلى الله وتوحيده ومحاربة البدع والخرافات والأساطير أن هذا هو دور العالم فكيف يتنكر لهذا الدور ويقوم بدور مضاد معاكس تماما وإننا إذ نحترم حقه في الاختلاف في الرأي والإيمان بما يشاء لا يسعنا إلا أن نرفض أقواله المغالية في أئمة أهل البيت إلى حد الشرك بالله تعالى ونستغرب من اتباعه للمنهج الأخباري السادج في قبول الأحاديث الضعيفة والأدعية والزيارات الموضوعة والحكايات الأسطورية خلافا لمبادئ المدرسة الأصولية الشيعية التي يدعي الانتماء إليها ويقبل ذيك الخرافات والأساطير دون أي تحقيق أو اجتهاد ونستنكر خلطه لنظريات الفلاسفة الباطلة كنظرية الفيضة الإفلوطونية ومسجها مع فكر أهل البيت أو فكر الشيعة مثلا ونطالب العلماء العظام ومراجع الدين الكبار وطلبة العلوم الدينية في قوم والنجف التصدي له بكل ما أوتوا من قوة تصدي لهذا الشيخ الوحيد الخراساني وعدم السكوت على أفكاره المنحرفة والمغالية فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين تعالوا نقرأ في كتابه مقتطفات ولائية الذي ترجمه أحد الكويتيين اسمه عباس نخي وطبعه هو كتاب منشور منذ أكثر من 20 سنة يخاطب الوحيد الخراساني الإمام المهدي بالقول يا فاعل ما به الوجود هو فاعل ما به الوجود ويا من أينما كان ما منه الوجود يعني يقصد الله تعالى كنت أنت أيضا هناك فلا يخلو مكان بحكم البرهان وما أدري هذا أي برهان فلا يخلو مكان من فاعل ما منه الوجود ولا يخلو مكان منك أنت أيضا لأن أفعاله تعالى وإن كانت أفعاله ولكنها بواسطتك فمنه تعالى كل شيء لأن كل شيء منه لا إله إلا الله ومنك كل شيء لأن كل شيء يكون بواسطتك كلام عجيب غريب يعني ويواصل يقول أننا موحدون لا نعرف شيئا منك بل نعرف أن كل شيء من الله تعالى ولكن في عين الحال التي نرى أن كل شيء منه هو نرى أيضا أن أنفاس صدورنا منه ولكن بك أنت والنظر والرؤية التي تتمتع بها والخطوة التي نخطوها أو الرؤية التي نتمتع بها والخطوة التي نخطوها كلها منه سبحانه وتعالى ولكنها بك أنت أياتها الرحمة التي وسعت كل شيء كلام متناقض لا أعرف كيف يعني يركب التوحيد مع هذا الكلام الشركي ويقول الوحيد الخراساني بصراحة مثيرة إن إمام العاصر صار عبدا وعندما صار عبدا صار ربا فالعبودية جوهره جوهرة كنهها الربوبية فمن ملك هذه الجوهرة تحققت ربوبيته بالله تعالى لا بالاستقلال بالنسبة إلى الأشياء الأخرى يعني شوفوا دائما يحط لك كلمة أنه بالله مو بالاستقلال بس بالنتيجة أنت قاعد تعتبر يعني هذا الإنسان الموهوم تعتبر شريك لله تعالى وتأييدا لأقواله الباطلة في هذه النظرية يستورد الوحيد الخراساني حديثا من أحد أقطاب الفرقة الخطابية الملعونة والبائدة التي كانت تؤله الإمام الصادق وهو المفضل بن عمر يقول فيه كذبا وزورا وبهتانا على الإمام الصادق يقول أنه سمع أبا عبد الله يقول في قول الله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها رب الأرض رب الأرض إمام الأرض أشرقت الأرض بنور ربها يعني بنور رب الأرض يقول هذا المفضل بن عمر المغالي الملعون يقول فإذا خرج قلت فإذا خرج الإمام هذا يعني يكون ماذا قال إذن يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ويجتزئون بنور الإمام واستنادا إلى أقوال الغلاة هذه يعتقد الشيخ الوحيد الخراساني أن إمام العصر هو صاحب مقام الإمامة المطلقة مو بس بالسياسة والألم بالدين لا الإمامة المطلقة أي لألم المطلق والقدرة المطلقة والإرادة المطلقة والكلمة التامة والرحمة الواسعة هذا صار الله سبحانه وتعالى ويقول أيضا لا شك إن إمام الزمان جوال في زيارة أولياء الله ولا حجاب أمامه فمن هو فاعل ما به الوجود لا يكون محجوبا شوفوا شتون فلسفة عجيبة غريبة فمن هو فاعل ما به الوجود هو الدسوى الوجود يعني بس من الله لا يكون محجوبا عن شيء فهو إذن موجود في كل مكان أما القرآن الكريم ماذا يقول عن ذلك يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يا أيها الناس أذكروا نعمة الله عليكم هل من خالقا غير الله ماك واحد إلا شريك الله يساعد في الخلق يعني هل من خالقا غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون ويقول أيضا قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر فكيف إذا أصبح شخص موهوم ما موجود أبدا ولا مولود قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاءك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته